السلام عليكم أخوكم من ترجيل اليوم عندنا شرح جديد طريقة انشاء التطبيق عن طريق الانلاين طبعا ما يحتاجكم معك لغة برمجة وشيء زي كده اللي عليك انك تدخل الموقع اللي راح نتعامل معه اسمه ابي باي الموقع راح اضطر رابط بالوصف مميزات الموقع يدعم اللغة العربية فاذا دخلت من هنا تضغط على هذه العلامة وتختار اللغة العربية اوكي بعد انشاء الحساب الحين راح نشوف الايقونات العليسار هذي فتختار التطبيق تبيكن على اي نظام يكون عند الاندرويد او الايفون والايباد الاي او اس او الويندوز الجهاز طبعا لو جينا هنا عند الاندرويد وضغطنا عند اللوح يعني التابلت يعني بالطريقة هذه راح تكون معاين التطبيق تبعك لكن خلونا نبدأ الحين نشوف هنا برضو الايقونات الايقونات هذي بتختار التصنيف التابع للتطبيق تبعك بعد كذا هنا تكتب اسم التطبيق بالانجليزي طبعا راح اكتب الحين تحط صفحة الفيسبوك او تسوي تخطي وبرضو اذا كان عندك موقع حاب انك تسوي تصميم للموقع تحط الموقع راح حط الموقع مو مشكلة الحين راح تظهر لك الثمات الاشكال للتطبيق طبعا هذه الواجهة الرئيسية وبرضو يعطيك المعاينة للتطبيقات كيف راح معاينة للأيقونات كيف الأيقونات راح تكون حاب الأيقونات تصير مثل كذا أو كذا فما عليك من الصور هذه وما عليك من كلام هذا كلا تقدر انك تغيرها مو مشكلة بس انتخذ النوط اللي ينتبيه يعني يكون جاهز وسهل عليك برضو بعد كذا طبعا تالي راح يحاولك الحين للأيقونات الصفحة الرئيسية أو الواجهة الرئيسية راح نشوف هنا حول عننا يعني معلومات عننا أو شي زي كذا فلو حاب انك تشيل هذه وتخليها تحت آخر شي فتشوف النقاط هذه تأشر عليها تسحبها الشكل هذا نشوف نزلت تحت حلو طيب كيف أعدل عليها لو ضغطنا عليها نشوف إيش المميزات اللي تعطينا ممكن تكتب محتوى عنك أو شي زي كذا راح نكتب نشوف برنامج جديد ألخ أوكي إيش معلومات هنا تكتبها فبالشكل هذا تقدر برضو تحطنا فتار زي ما تشايفين هنا معاينة الموقع تبعك وتأسس هذه تقدر برضو تغير الإيقونات تخليها مثلا هذه بشكل هذا طيب إذا أنتم تحاب التصنيف هذا أو الصفحة هذي كيف تمسحها بعد ما تلغط عليها تلغط على حذف من هنا بعد كذا حذف راحت كيف تضيف تصنيفات جديدة مثلا لو حاب أنك تضيف صفحة للصوتيات تيجي هنا أوكي عند التصميم الواجهة الرئيسية للتصميم فنشوف المشاهدة الكل فنأخذ اللي هو الصوتيات أوكي طيب في شغلة أو في ميزة من الموقع أنه يقبل أنك تحط الملف الصوتي ترفع عن طريق الموقع تابعهم فهذا شي طيب صراحة فالطريقة كيف أنك تضغط على عرف أو تشوفها custom بالإنجليزي ترجمة شوي غذية لا مو مشكلة وتشوفها هنا وتضغط على تصفح طيب الطريقة الثانية إذا أنت عندك موقع والموقع هذا تبع صوتيات وفي روابط برضو للصوتيات كيف تأخذ رابط الصوت وتحطه في التطبيق هنا نفس الطريقة تضغط على عرف أو custom بعد كذا تيجي عند إضافة الصوت الرابط فتحط هنا الرابط أوكي رابط التراك وهنا الوصف وهنا اسم المغني أو أي شي زي كده طيب إذا أنت مثلا من تحب أيقونة الصوتيات هذه فتضغط على الصوتيات وتشوف الأيقونة من هنا فتضغط عليها وعندك هنا أكثر من أيقونة فتختار اللي تبعيه راح أخذ هذه أوكي ولو حاب تغير اسم الصوتيات اسم التصنيف الصوتيات تغيره تكتب مثلا أنا شيد طريقة هذه بعد كذا نرجع نشوف كيف طيب السؤال الثاني كيف أغير الواجهة الرئيسية للتطبيق اللون أو تكستر اللي هنا الصورة هذه كيف تجي هنا عند موضوع التخصيص وراح تشوف هنا التكستر الخلفية تنتظر شوي لما تحمد بشكل هذا أو أنك تضغط مشاهدة الكل وراح تشوف أشكال والوان للواجهة التطبيق وتقدر أنك ترفع صورة عن طريق هذه الأداء طيب إذا أنت معاجبك اللون التصنيفات هذه كيف تغيرها تجي عند موضوع التخصيص تنزل تحت راح تشوف الألوان هذه عندك هنا الخلفية فمن هنا مثلا شوف كيف بشكل هذا من تحاب شكل التصنيفات هذه يعني ظهورها كذا بشكل هذا في عندك هنا مخيرك يعني أكثر من شكل وضغطنا زي كذا شوف كيف راح يكون تطبيق بشكل هذا أحاب يكون زي كذا طيب ممكن يسأل واحد يقول طيب كيف أضفت تويتر أو تويتر نشوفها جاهزة في الواجهة الرئيسية كيف عندك هنا صفحة التطبيق عندك الايقونات هذه فتقدر تضيف تويتر وتقدر تضيف أشياء ثانية فنشوف هذا تويتر وعندك هنا موقع الويب إذا عندك موقع ومثل ما قلت لكم أن الموقع يدعم اللي حاب يسوي تطبيق تجاري فبطريقة هذه يجي عند الايقونات وراح يشوف تجارة الإلكترونية وسلة هذه تجارة الإلكترونية برضو وأشياء كثيرة يعني للتجارة برضو فيه شغلة ثانية لو جينا عند صفحة النظام تقدر أنك تسوي تسجيل دخول وتسجيل للتطبيق بالطريقة هذه تروح عن التسجيل للدخول لو حاب يعني هذا واجهة للتسجيل وتقدر تغير الأسامي هذه تسميات باللي تحب يعني لو من تحاب تغير نسيت رقمك سري تقدر تغير من هنا لو حاب نشوف أتغير الألوان من هنا أوكي لون العيقونات هذي بشكل هذا يعني لو نشوف تنسيق المربعات طيب الحين أنا خلصت التطبيق كيف أحفظ التطبيق كيف أسوي معاينة كيف أرفع على جوجل بلاي على أي متجر كان نضغط على إنشاء أوكي بعد ما حولنا عند صفحة الخطة هذه خطة الاشتراك تقدر إنك تنزل تطبيق مجاني عن طريق الخطة هذه لكن ما أفضل ذلك لأن نشوف هنا للخطة الثانية فيها أشياء ومميزات كثيرة فراجعوها يعني وراح تشوفون كيف الفرق لو نشوف هنا البلاتينيوم يعني يدعم التطبيق رح يكون يدعم الويندوز والبلاكبيري والأنظمة هذي كلها لكن المجاني يدعم الـ HTML5 والآيو اس والآندرويد طيب رح نضغط على شتراك مجاني الخطة هذه أوكي إذا ضغطت على شتراك مجاني ممكن الفيزا معك ما فيها في الوسط تقدر إنك ترفع يعني تنزل الخطة أو تشترك في الخطة اللي انت بيها فمو مشكلة يعني لا تخاف طبعا هذه صفحة الداشبورد صفحة المعلومات هنا راح تشوف تطبيقاتك مثل ما قلت لكم إذا أنت حاب تسوي لعبة هندريك هذه الأداة لو جينا عن تطبيقاتي أو تقدر تحمل التطبيق إذا حاب إنك تسوي المعاينة و برضو تقدر من تحميل أن الموقع يرفع التطبيق تلقاي جوجل بلاي نشوف المستخدمون هنا هنا صفحة تسجيل اللعضاء مثل ما قلت لكم هنا تشوف نشط وغير نشط يعني إذا حاب أنك تفعل اللعضاء اللي مسجين في التطبيق عن طريق المستخدمون هذه بالنهاية أتمنى أنكم مستفدتم لا تنسون دعمكم بلايك واشتراك بالقناة والسلام عليكم